أهلاً بحضراتكم من جديد هنروح للسكواش مصطفى عسل أو اللعبين الاثنين مصطفى عسل ويوسف سليمان لعيب السكواش اللعيبة الأهلوية أو لعيبة نادي الأهلي بيشاركوا في بطولة كناري وارف في إنجلترا طبعاً بطولة كناري وارف دي بطولة دولية بيشارك فيها أعظم اللعيبة أو أكبر اللعيبة على مستوى العالم بطولة تتلقى من 14 إلى 19 نوفمبر القادم القرعة جنبت مصطفى عسل ونيلعب دور الـ 32 طب ليه جنبته؟ لأنه من المصنف السادس العالم فطبعاً المصنف السادس أو أول تمانية يمكن بيتجنبوا اللعبة في تصفيات بيخشوا على المندرو على طول أو القرعة الرئيسية إنما يوسف سليمان هيلعب في دور الـ 32 قدام الأسباني بورخا جولان وطبعاً بالتوفيق ليهم والبطولة مسهلة البطولة مشارك فيها لعيبة مصرين جمدين جداً ويمكن سكة مصطفى صعبة شوية ولكن هو قادر إن شاء الله يحسمها وزي ما شفنا مع مصطفى مصطفى مش مركز في تصنيفه قد ما مركز إنه يكسب مرشات أكتر وأكتر وإنه يسبب رجله أكتر وأكتر كل التوفيق طبعاً لمصطفى عسل ويوسف سليمان يوسف لعيب كويس ولعيب ناشئ ولعيب كوي يعني بدء حياته في الـ PSA نتمنى لي إن شاء الله يلحق مع مصطفى عسل وتصنيفه أيضاً بيتحسد فنتمنى إن شاء الله يلحق بمصطفى عسل ويخش في طب 8 من اللعبة أو أحسن تمانية في العالم كل التوفيق لمصطفى ويوسف بإذن الله